بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء 11 من الفصل الثاني لمقرر النظم بالمعالج أطلق في الجزء ده جميعا نتكلم عن data lines الخاصة بالمموري يعني data قطوط نقل البيانات الخاصة بمين بالذكر تعال نشوف مع بعض إحنا قلنا لو تفتكر معاي إن data lines في المعتاد النورمالي في المعتاد بيبقى كام data lines عندك صح؟ 8 data lines وشكده؟ يبقى 8 lines من كامل كامل يا جماعة من D0 حتى D7 لكن بيقولك إنك إنت في بعض الأحيان بتلاقي chips اللي تشب الواحدة ال data lines بتاعتها 4 bit بس يعني chip واحدة 1 chip ال data lines بتاعتها بكام 4 bits only طب نعمل إيه؟ تمام؟ بيقولك في الحالة دي يا تفتكر هتعمل إيه لو إنت لقيت 1 chip 4 bits وإنت محتاج 8 عشان تقدي المهمة بتاعتك عشان تقدي المهمة بتاعتك عشان تقدي الطسك اللي انت محتاجها طب بتعمل إيه؟ بيقولك سهل جدا إنت كل حكاة كنت بيتزود 1 chip كمان معها ويبقى عندك كام تشيب دلوقتي تو تشيب سهو قدامك كل واحدة اربعة بت داتا لاين الاربعة بتس دول بيكونوا بقى ايه التمانية بت ولكن فيه شرط مهم جدا ان الاتو تشيبس اللي قدامك لابد انهم يكون لهم same address نفس العنوان same address نفس العنوان لو هما اشتغلوا على نفس العنوان يقدروا يخرجوا لك التمانية بت داتا لاين اللي انت عايست تتعامل معهم فهمتوا الفكرة جماعة اذا لو لقيت وانت شيب اربعة بتس ممكن تستعين بواحدة كمان بس يشتغلوا على نفس العنوان same address ويكونوا لك التمانية بت لاين داتا طيب يا جماعة تعالوا نقرأ مع بعض بلوقي بقى we said that the width of memory is the number of bits in each memory world ده شيء ما احنا قلناه قبل كده طب بقولك تفتكر ايه اللي ممكن يحصل لو لقيت اربعة بتس بس location بيقولك انت بقى ايه هتستخدم two chips ايوه two chips بس in the same address range زي ما احنا اتفقنا مع بعضنا عشان تحصل على التمانية على بعضهم تيجي نشوف شكل بقولي الكلام ده اهو بص على الشكل ده كده اهو اهو ادى تشيب ها الاولى ودي تشيب التانية وكل واحد خرجت اربعة بت زي ما انت عشافة هو ال data lines من دي 0 لغدي 3 والتانية خرجت من دي 4 لغدي 7 اللي اتنين مع بعض عملوا كاما عملوا تمانية بت اللي احنا اتفقنا عليهم مش كده اه لكن لكن فيه شرط اللي احنا اتفقنا عليهم اللي هو ايه لازم الاتنين يشتغلوا على نفس العنوان والي يكون مثلا من ايه زي رو حتى ايه 9 لو ده اشتغل على same address مع ايه مع التانية يقدروا يخرجوا التمانية بت اذا العناوين المشتركة قدرنا عن طريق العناوين المشتركة ده نخرج كام بت يا جماعة التمانية بت اللي احنا محتاجنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة